مرحبا بك مرحبا مفيدا مرحبا بك يا سين مرحبا بكم انتم تاني مرحبا بكم الجمهور العزيز والغالي ونختار من فرصة ونقول الحمد لله على الكمية على الأمطار وتولوج لا صبت الحمد لله يا ربي الحمد لله رحمة الحمد لله ناسيما جعفور باي مرحبا بك مرحبا ناسيما وسعى الخير يا سين وسعى الخير ليكيب مشاهدينا الأعجز أينما كنتم أحييكم ومساء الحب والإيجابية ودائما الفراشات وتوفرفل. مرحبا ناسيما معنا أيضا في الستوديو سامية طبوش. مرحبا سامية. مساء الخير يا سين مساء الخير زملاء إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. مساء الخير على كل سادة المشاهدين قولوا لكم توحشناكم بزبزة. أقعدوا معنا كل عادة حصة نارية. حصة نارية وبرنامج دوي كانت شوك كل عادة رقمت السنة وفي ضيوفنا والإكرانيكو اللي يكونوا معنا. مرحبا سامير يقولوا لي في الستوديو يرؤوا الحق سامير مرحبا أخويا سامير ميستر إكس يلتحق معنا في الستوديو ساميرك روطار. ساميرك روطار. بيه بالمونطو بشان. سامير وشبيك اليوم روطار أخويا. ليه حجي روطار تدخل الله يبارك يسفقه تحس بلي. آآ خرص طاغ. لا 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 أعطينا سبب الرؤطار عندك استمسار خويا. نحن نعطيك السبب الرئيسي ولا السبب الحقيقي ولا حق؟ أم غير كانت عندي يعني ضروف. هادية. هادية. لا يعني ضروف. أو نحن بلان؟ آآ يا طريبي أخي طرأ الجاية لازم تدي ماري بكري باش لحق بكري. ماركي عندك نفس ميات؟ لأي صح صح قر عندي تبعيات للغالب. ما كنت صح كنت بعيد ومزيال حقت معلش مرحبا بيك تشوفها مساكننا حتى تشون مليون مرحبا بيك سامير مشاهد الأفاضل قبل كل شي بداية وقفة ترحمين على شهداء الواجب شهداء المروحية العسكرية من نوع مائة وواحد وسبعون الذين وفتهم المنية يوم الثلاثة خلال مهمة تدريبية بضواحي العطاف بولاية عين الدفلة وأسفر الحادث الآليم عن استشهاد ثلاث عسكريين رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه رئيس الجمهورية يتقدم بخالص تعازيه لأسر وعائلات الضحايا والفريق الأول السعيد شنغريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمر بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث وقدم تعازيه لأهالي الضحايا الثلاث نحن بدورنا نعزو عائلة الضحايا عائلة الضحايا نقول إن لله وإن إليه راجعون نعم نعود ونرجع للأستجو مع الزملاء سؤالي لك مفيدة الأسبوع اللي فات يعني كنا تكلمنا على مواضيع الرمضانية كنا تكلمنا على الإنتاجات التلفزيونية في رمضان قلت لكم ربما أسكو تقدروا تجيبوني اليوم أنا أستجواب الله أسكو تقدروا تجيبوني مستجدات على الكاميرات الخافية أسكو كين مستجدات مفيدة أو سامية أنا ما عنديش مستجد عايطولي زوج وشكيت فيهم في زوج وما رحت لمش في زوج وظهروا كاميرا كاشف في زوج عباباباباباباباباب عايطولك زوج زوج وشكيت فيهم في زوج وظهروا كاميرا كاشف في زوج في محل في محل في محل أنتوك هذه هي دوك شهرين قبل رمضان شهر ونص إذا عايطولك عارف بلي كين كاميرا كاشف عارف بلي كين كاميرا كاشف كاميرا كاشي دعوني لا أعطيك لأراضي لك شا فالجنيرا لا أعطيك لأراضي أعطيك سامير ناسيمة أعطيكم لا 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 أنا على بالهم باللي ما ما يحكموا كاميرا كاشي نعم نعرفهم نعرفهم سامير والله ما أعطيه ليش ما هي أغلب الكاميرا كاشي كما قلت هذا هو وقتها ما أنتم أصحابي ما أقول لكم مشكون باش كني أعطيه لكم آآ وي مدابي نحن نخلو الزملاء يخدموا لا يجب أمو يحكموا شوية عباد وحدهم هذا ليلا لا ما نحبش عليها آآ هذا مالا يدركم تشوفو فينا على المباشر غير ما تعيطوش لي كيبوي كأنش طيب لأنه راح تقولهم مو فيد لا 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 طيب عندنا مكالمة أو عندنا مباشر طيب بيانا بريشكو طيب طيب نروحو الترند جماعة الخير هذا الأسبوع خلينا نذكر المشاهدين فقط أن حلقة اليوم ستكون مغيرة عن الحلقات التي فاتت لأن الوقت لا سيكون كما كان يعني 45 دقيقة فقط لترك المجال للشأن الرياضي والزملاء في القسم الرياضي باش يديروا البرنامج تحهم مباشرة بعد برنامج ذوي كان شو جماعة كان حملة للتبليغ عن السحر والمشاويدين رواد السوشيال ميديا يتفاعلون كانوا فيه بزاف يعني دي بيبلي كارشون عبر مواقع التواصل الاجتماعين السحر والمشاويدين بالجزائر الحملة شارك فيها مجموعة من الشخصيات المعروفة أيضا وأعضاء المجتمع المدني من جمعيات ونقبات وتهدف أساسا لقمع مثل هذه السلوكيات الخارجة عن تعاليم ومبادئ القيم والدين الإسلامي أولا ما رأيكم بهذا الموضوع وهل تشوفوا بلي يعني مثل هذه الخارجات الميدانية رح يكون عندها غرض يلا نبدأ بك ساميات فضلي أولا حبيت نشكر الناس هذول يبدأوا في الحمالات ولو أنها حمالات شوية متأخرة بعدما دمرت بيوت وماتت ناس مرضا وجنونا الحمد لله يبدأوا كين حمالات أنا أطالب من الدولة الجزائرية وصلت أقصى العقوبات على أي مساحل ولا مشعوذ على خاطر دمروا حياة الناس في دمي الفينترواي عجبتك يا ربي ما زالوا الناس يروحوا للقبورة ويحفروا ويدفنوا وقبر المنسي ويهبلوا في الناس هذا الجهال العصر الجاهلي ما قبل العصر الجاهلي يعني لن نطوره يا سبحان الله لن نطوره وكي يديروا هكذا يديروها تشغلها كغيرة حسدا هل تعرضت ربما أنا سمعت ما بيش أسكو صح هل تعرضت لنوع من السحر في يوم ما في حياتك سميع والله شوف سمحوا لي ومام السادة المشاهدين تاني سمحوا لي أنا قبل قبل خمسة سنين من الآن ما كنتش نامن به لا إله اللهم حمد رسول الله نامن على بالي متكر في القرآن على بالي لكن بلك كنت تلموا عندي خوف نحاول أني نقول لا لا بلك ما يشدتش فيا بلك كون ما نديروش لكن تعرضت لي وشت صح وشت المرار وشت الموت بين عينية شكرا لك سمية ناسيمة فضلي أنا هذه الحملة عجبتني بزاف شفتها على مواقع التواصل الاجتماعي شفت أن الحملة كما قال جاتشوية متأخرة ما نقول دائما وشغست بوزيتيف وميوتاكو جامي أنا في 2023 نطور العين نطور التكنولوجيا ولينا نعرفه ولينا نقرأ ونعرفه الدين ما نقدروش نروحوا لهذه الأعمال ونقدروش كما قالت لك هي نضيعوا بيوت وندمروهم بالسحر نبقوا مسلمين نحن سنبوس تانيك نتقربه كتر من ربي ونروحوا كتر للصلاة ونروحوا أكتر للمعاوداته بس كل مومن مصاب يبقى ابتلاء والمومن مصاب ولكن جميلة الحملة نعم في ذا نحن نقول عبارة واحدة لأنه هذا الموضوع لازم له حصة ساعتين ونص بإذن الله فريق الإعداد مركيه نعود ونحكي عليه نهضروا على الحملة لأنها حملة مليحة صحة نقول كلمة واحدة هي قتلك الدولة والقانون ونقول الناس اللي تخمم دير هاد الشي كي يعقابة عربي سبحانه سبحانه تفكروا هذوك ما التمثل وشال ناس إن شاء الله إن شاء الله سامير حملة هايلا كما قالوا كامل الزملاء على كل حال عبدكم سحر قلت مدكوه في القرآن حتى رأسوا سلو سلم حتى رأسوا سلم وتعرض للسحر يعني باش نعرفوا باللي كل واحد يقدر يتعرض لأمورها هذية ويكون ضحية مدام كين الناس ما تخافش ربي وماللوزمون الفين وثلاثة وعشرين ما زالوا كين الناس يحاولوا يلحقوا لمبتغاهم ونقول لك أنا بكري كنت نأمل بحاجة أم بكين أمم بالسحر هذي حاجة بينا كنت نأمل بلي كين كاتيجوري تعال الناس اللي تلجأ للحاجة هذية طيب من بعد وكي تعبالك كين حتى ناس من الموقعين كين ناس من كل المجالات كين ناس قري هذي حاجة وهذه كارثة هذه هذا الموضوع في الأسبوع المقبلة كيكون عدنا الوقت إن شاء الله عدنا موضوع نحكو عليه هذا الأسبوع بعد شدة يأتي الفرج الرئيس تبون يلبي نداء الطفلة ميليسا بعد أن تم تدول نداء على نطاق واسع من طرف رواس سوشيل ميديا قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتدخل لانتشال طفلة ميليسا من حالتها المزرية وأمر بالتكفل الفوري بها ونقلها على جناح السرعة إلى الخارج لتتلقى العلاج اللازم مع تسهيل إجراءات استصدار التأشيرة حسب ما ذكره الهلال الأحمر الجزائري يذكر أن الطفلة ميليسا تعاني منذ فترة من القصور الكولوي يعني رأيكم في هذا الموضوع ورأيكم بتدخل رئيس الجمهورية نعم اتفضلي نسيمة يلا يا سين من أخبار اللي فرحتني هذا الأسبوع ما فعله رئيس الجمهورية نعم عمل إنساني رائع جدا وفرحت لها الطفلة ميليسا ما تقدرش تتخايل جحال نتمنى لها الشفاء نتمنى أنه نتمنى أنه ترجع وتكون معنا وتكون بصحراء جيدة جدا إن شاء الله يشارلي على الأستوديو تلتحق بنا من بداية الشراقة بالعاصمة الطفلة ميليسا على المباشر باش نطمعنوا على حالتها باش ننقلوكم مستجداتها مرحبا ميليسا راكي تسمعي فيها وش راكي ميليسا لاباس لاباس حمد الله راكي بخير ميليسا لاباس حمد الله ميليسا الشعب الجزائري كله الضامن معاك وقعوا اللي يحبك وقعوا اللي يعرفك يعني وشفنا أنه تدخل رئيس الجمهورية من أجل يعني التدخل في الحالة تاعك وش صرى ميليسا كنت قدرت تقول لنا وشنه هي آخر لمستجدات ميليسا اسمع فيها ميليسا نعم حشمة ميليسا حشمانة مرحبا سيدي وش راك والله أغلباس الحمد لله الحمد لله شوف كل الجزائرين يشوفوا فينا الآن عبر المباشر مدابينا تعطينا أخي المستجدات وتحديدا المفاجأة اللي صرات اليوم وش صرى أخويا تفضل آخر المستجدات دوكار أنا حركة بيريولي باسبورة تتابع هو دوك في الحين إن شاء الله وإن شاء الله ربي سهل ونشكره ونشكره وقال يعاونها يلو كان بالدعاء الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني يعطوها تأشير الفيزا خلاص يعني نالت الفيزا نعم نالت الفيزا تأشيرتها نالتها نورمال مو الحمد لله طيب عندك الفيزا نقدرو نشكره شعب الجزائري عندك الباسبور خلاص يوقف معايا نشكر شعب الجزائري يوقف معايا ما شاء الله الحمد لله الحمد لله يعني الفيزا سيبون إن شاء الله وقتش رح تروح إن شاء الله هالأخت ميليسا وقتش تروح تروح الداوي إن شاء الله دوكتور رح إن شاء الله سنجيب لأ لنديفو جديد بسك أهل القديمة سيبون الجاز سنجيب لها لنديفو جديد وطرح بإذن الله الأصعب شي أروا عندكم الفيزا رأي عندكم تقدر تقول حاجة لي كانت صعبة وليه الفيزا الحمد لله بطرف الشعب الجزائري ودولة الجزائرية اللي تكفلت بهذا شكراهم بالمناسبة هذه الحمد لله نتمنى وشيفاء جميع مرضى المسلمين إن شاء الله نعم شكرا لك ونشكر رئيس الجمهورية على التدخل وخلونا نشوفه ميليسا واش تقول آخر كلمة للشعب الجزائري قلها الشعب قعر ويسمع فيك ويشوف فيك واش تقولي للشعب الجزائري للرئيس الجمهورية يلا شكرا عمي تبون نعم نشكرا عمي تبون ليطالي الفيزا نشكرا عمي تبون ليطالي الفيزا ما شاء الله نشكره بزفر 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 وشعب الجزائري اللي وقفن عاية والجي شراقه اللي طمو ليدرام ونشكرهم بزف بزفر نعم كل الصفحات الجي شراقه وكل الصفحات اللي ساهمت في إنقاذ ربما روح ميليسا ميليسا انشاء الله نشوفوك تولي حاجة منشكره كل الشعب الجزائري والشكر لرئيس الجمهورية وانشاء الله بعد ما تبراي نشوفوك طبيبة ولا اي شي وشك يحبت كنت يكبرين ميليسا طبيبة والداوي وداوي إنشاء الله إلادنا شكرا ميليسا إنشاء الله نقولولك ونشفع لك وشعب الجزائريك كل يدعي لك ويقول لك ربي يشافيك إن شاء الله وإن شاء الله نلفقوك إن شاء الله بعد ما تروحي وتولي ونشف حالتك وإن شاء الله ما ننسى وش حالة ميليسا ربما حتى تروح نتابعوها ونشف حالتها شكرا أخي ونشكر كل الشعب اللي تضامن وكل الصفحات وكل الجمعيات والشكر الخاص ليأس الى الجمهورية نعم كلمة الخيرة فضل نشكر جميع إنسان عاونها إن شاء الله نشكره جميع إنسان عاوين هايلو كان بدعوهم نشكره كامل كامل الناس فرد فرد قع الشعب الجزائري والحمد لله الحمد لله الحمد لله وإن شاء الله تانيت ربي وفقها وربي إن شاء الله يكون معها شكرا لك ويشار لي الآن أنه أحد أقريبائك استلم الآن جواز الصفر الخاص بميليسا نعم وفيه تأشيرة صح؟ نعم راح نستلمو العلم مباشر دكر راح نستلم الباسبورت طيب نتالي راح تروح داكور شكرا لك والشكر لكل الشعب الجزائري الضامن مع هذه الحالة حالة ميليسا والشكر خاص لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مشاهد الله وفاضل الحمد لله وتحية الجزائر روح إلى فاصل إشهاري ونعوده سامير في الاستوديو ما عندوش على قمعة سفاق الريتم هاكذا أو السفاق هاكذا؟ يوماني سفاق دبل مقلوب شكا باك جاني قاعد منها يلحص اللحي صايتمشي بالمقلوب يلحصوا راح في إميز سباحة أخرى على بالك مرومار كيدونش حاجة في استوديو قالب قالب أنا، أنا لا غير توحشته يحيا طبي شروغايم بليوم مالحقش يحيايك مالحقش يحيايك هني مصبور راحيك أريد أيام قريقاو قريقاو أنا على المباشر شحر أريد الساعة حر الساعة 59 دقيقة، عيط لي ليحيا على المباشر الآن. يلا، زملاء من فضلكم عيطونا ليحيا على المباشر. شوفوا الراه، شوفوا لو يحيا ونراه. في هاد الأثناء، اليوم سامير جار وطهر ويحيا ما جنش قاع. وما عيط شو؟ عيط، عيط له معيط. الله بك يكون على قيد الحياة. عيط له عيط لنشوف مشكين. عيط له نشوف مشكين هاوي صوني؟ ما ميد هو صوني، خلونا نسمع هاوي صوني. ألو؟ ألو، ألو، مساء الخير، ألو، سهل. لا، نشو سهل، هاوي. هاك على المباشر، على بالك يحيا. يحيا، 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 ويقول لي حبيبيك. أول حاجة، ونراك. باسكيو، رك غايب، هادي أول حاجة. شوف أول غايب، أول حاجة كما يقول لك، الغايب في حكم الله. هاك دي يقول. اح. والله العيل عبي ملتمس أني نجي، كانت عندي زيارة خاططة على الولاية وإليت ميلا. رك في ميلا. أي من بعد صبت التلوج، بسم الله، ما شاء الله عليها. هاك؟ يا والدي، قلت أن روح اليوم غدوان غير غدوان ربي مكت. مش بالصحة، لكن كما يقولون ليسونتيا، لراكم منورين. وبسم الله، ما شاء الله عليكم. أسمع، يحيا، على بالك بالغياب بيدون مبرر عنده ثلث أيام، على بالك بيها. قلتك مزيشن جي تلده ترواش همان. لا لا، ترواش همان لابيك على بالك. لا، 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 صحيح. لقد أصبح أبديا، أنا أخبرني. أخبركم تحية كبيرة جداً لكل الناس الموجودين، تحية كبيرة جداً مفيدة، نسيمة، طب، ما هي الغالية والغياب التي ترغبتها؟ حسنا، مدامك على المباشر، أنا أريد أن أتحضر لي أي شيء مفيدة، سوف ترى نظرك على المباشر. هذه زعفة نعلي. لا لا، صحيح. لا، صحيح. أخبرني العلي العظيم. آه، يحيح. الدنيا هذه ما فيها والو، نقول لها الإنسان، الإنسان ممكن اليوم أو معاك وغدوة معنا شوي نراح. يحيح. 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 نعم. على وجه زعفانة؟ على وجه زعفانة؟ عندنا أربع ساعة، ونحن أنا والشوفير نسلنا في قدام الضار، ونده في ميلة. نعم. ربي هنيك. هو يكون في البغرير في ميلة. شكراً لك يحيح. سلامنا لنا سميلة وكل ولايات الجزائرية. شكراً. شكراً يحيح. شكراً يحيح. كان معنا على المباشر. شكراً يحيح. شكراً يحيح. شكراً يحيح. ما عندناش الوقت سامية مع ليش المرة القادمة إن شاء الله. احنا طيلك في الحلقة الجايين ساحضري. ما عليش. سامية. يلا جماعة الخير أيضاً عندنا موضوع نحكو عليه قبل ما تخلص الحصة اليوم. ما عندناش بزاف وقت. مدرجة الشان مملوءة. عن. مدرجة الشان مملوءة عن آخرها والجماهير الجزائرية تصبح. في كل مباراة يا جماعة. حضور جماهيري كبير. غضوة برحنا. كافة ملاعب. غضوة ناوي. هيا مفيدة يا فستاد غضوة يا جماعة. حتى قالوا لي أنه بلك ساعة الأولى كيفتحوا. كيفتحوا ليتيكي. خلاص ليتيكي هذا يدل على أنه الشعب الجزائري والمواطن الجزائرين يحبوا الكرة. أم. 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 وين قريتي؟ كين مونك دو كومينيكازيون تانيك على ال... ولكن ربما أنت وليش انت قريتي السياحة والفندقة وتو غزم نعم وعلى شرحتي للماركوتينك؟ يعني ضمانتعك توجهتي للماركوتينك أكثر منك فندقة وسياحة صح؟ شوف أنا قريت عن من نفس ألاباس في جماعة بوزراء ومبعد رحت للماركوتينك أنا الفوق ماسيون يدرتهم يمشوا مع بعضهم متسلسلين الماركوتينك حلو تقدر كما قلت أنا اللي كونسالين مد البنات اللي ولا نسالي مزوجات اللي رجالهم يحبوهم شي خدمه ولا يقدر يقرأوا ماركوتينك تخدم مدار وتقدر تخدم على العالم تدير انستروكتور ماركوتينك توجدها وتبيعها لارجونتال ماركوتينك حلو سمحني حذلك بك كلمة سيطودوك مع الإيكوميرس تحقب الزل إكزاكتور أضنية أولو ديجيتال بزرق كما كشت ديجيتال في الإفورماشن بلك داخل في الماركوتينك ماركوتينك ماركوتينك مفيدة تشفي ضائل جداً نسبة أنا ضائل خاصة في الصحة حتى الصحة أيضاً خمسة بالمئات سماة خليلة يا ريثة عليها شعب كل روح يداوي بره طيب إن شاء الله نتمنعوا من شباب والشابات اللي رام شوفينها ويشاهدوا هذا البرنامج بلادنا بزاف شابات كما كنتم تشوفوا في هذا الصور عندنا مناطق سياحية جميلة جداً يعني تنافس كبرى المدن يعني في كل العالم يعني مناطق جميلة جميلة جداً حتى إحنا بلك ما زال ما نعرفوهاش إن شاء الله نتعرفوا عليها حتى الأفلام فيها أفلام كبيرة يعني طرزان الجزء الأول أو كان هنا جردان ديسي صح نعم الجزائر عندها واحد المنظر منظر اللي اللي توغيست العولة مأحارة وإنك تلقى بحر وجبل بحر وصحرة بحر ورمل لا 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 أها تلقى بحر وتلقى فوقها غابة صحكي ماش شنوكينا شنو ولا بومرديس منا جويه بومرديس والله منظر ما شاء الله يعني شكراً لك سامية مفيدة في عجلة قلت لي عندي شين قولوا المشاهدين يلا حبيت نقول بركب اللي عندي عرض مسرحي في القنطرة وليت بسكرة إن شاء الله لوتروان إن شاء الله عز جونس شكراً لكم الحضور في اليو ستوديو مشاهد الله فاضل للأسف اخلاصت حلقتنا لنهار اليوم ما كان شعدنا الوقت هذا نجل شان على بلكم جملاء في القسم الرياضي لازم يدخلوا بش يحكيوا على شان يخلاص شانون ونبدو جسوية يا جماعة وتعيو من جديد وتعيو من الامبونس مشاهد الله فاضل ننتقل أسبوع المقبل نفس الموعد ونفس القناة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم شكراً لكم